بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أمين السادة الزملاء العزاء أهلا ومرحبا بكم مع حضراتكم محمد عبدالباسط مدرس مساعد قلب جامعة الزازي بقدم لحضراتكم النهاردة سلسلة من الكارديولوجي نوتس المنوط بيها النواب اللي لسه مستلمين قلب الديد ومش عارف تاخد مشوار القلب ازاي بقدم لحضرتك ستيب باي ستيب كارديولوجي نوتس نبدأ بالجونيوريتي كلينيكل نوتس الجونيوريتي كلينيكل نوتس هم 8 أجزاء ومعاهم الكاردياك كونسلتيشن نوتس لو خدنا مثلا الجزء الأول من الجونيوريتي كلينيكل نوتس هتبصت لها بتتكلم عن الهيستوري تيكينج بسريقة مختصرة تقدر ان انت من خلالها تعرف ازاي تاخد شيط من العيان وازاي تستلم وتسلم الحالة ولو حد من الاصطف مرة عليك تقدر ان انت ازاي ترد وفي الجنرال اجزامناشن برضو ايه البوينتس اللي حقاك بتعلق عليها في الشيط ومثال بسيط على تسمع ايه وفين وازاي يعني تلات اربع صفحات كده يدخلوك في الموت طبعا كلنا في سنة خمسة عارفين ان الشيط بيتاخد ازاي واركان وايه ولكن اه في كتير مننا ببوة محتاجين بس حد يذكرهم بالاركان بتاعت الشيط اه مسلا جونيوترون سبارت تو دي يعاني كونجيستف هارت فيليور يدخلك بسرعة الدياجنوز بتاع كونجيستف هارت فيليور اه يعني ايه ليفت صايد يعني ايه رايت صايد اه ايه العلاج المبدال اللي تكتبه يعني مسلا تكتب لازيكس تلات مرات في اليوم الداكتون كابوتين ساي ربع في تلاتة هتتابع ازاي تكتبه في التذكرة اه طب لو حصل ايه تعمل ايه طيب لو حصل هاي بوكاليميا تصلحها ازاي طب ايه كونتر انديكيشا متاعت الالداكتون طب بعد كده امتى تبدأ بيتا بلوكر امتى تخرج العيان وتمشي على ايه في الديستشارج ميديكيشنز وازاي تحطي له بلان يعني لو كان فالفولار لو كان ريستريكتف لو كان هوكم لو كان اسكيميك لو كان دايليتد ايه الفيوتشر بلان اللي حضرتك هتعمل له طبعا دي بتاخذك كده في البداية اه تبص على الحالة من الفيو بتاع النيابة مش من الفيو بتاع التكستبوك والجايدلاينز طبعا دي ستيب مبدئية بعد لما تهضم الجونيورتي نوتز تبدأ بقى تتعاقمك براحتك فيه قراءة الجايدلاينز وقراءة كل ما هو جديد اه مثلا جونيور تونوتز بارت السريب بتتكلم عن الفالفولار هارد دي سيز اي عيان فالفولار هارد دي سيز عندك في الاسم انت مطلوب منك غير انك تعالك جوميديكال تعرف امتى يحتاج سيرجري سواء كان سيمتوماتيك وسواء كان اسيمتوماتيك حضرك لما تمسك تقرير ايكو في ايدك ما تبصش على الكونكلوجين بص على اركان الايكو ريبورت واعرف هالعيان ده فور سيرجري اورنوتز ولو ما كانش فور سيرجري تتابع كل ايد ايه بالايكو لان دورنا هو تيجي تدخل بقى على جونيور تونوتز بارت فور دي بتتكلم عن وازاي تعالج الريسنت وانسة اي اف وازاي تعالج الالد اي اف وامتى تدي ريت كنترول استراتيجي وامتى تدي ريزم كنترول والجرعات ايه بصورة بسيطة والانتكو جليشن تبدي امتى وازاي كل ده في 3 ا4 ورقات يحطك على التراك على فكرة الحاجات دي بي دي اف هنحط اللينك بتاعها ان شاء الله تحت الفيديو بحيث انك تنزلها على الموبايل في اي وقت اه تفتحها اه ترجع ليها في اي وقت ومن كتر ما تشوف حالات وترجع عليها وتقرأ وترجع تاني تشوف حالات المعلومة هتثبت في دماغك وتبدأ ان انت تنتقل الى درجة اعلى وهي قراءة الجايدلايتس تشخصها ازاي بسرعة تطلبها ازاي كتير مننا مثلا في مزرعة الدم يروح ساحب عينة واحدة لا حضرتك المفروض تقول الممرضة انا عايز 3 عينات من 3 اماكن مختلفة لفرق من كل عينة والتانية ساعة وتوزع العينة الواحدة على 3 اجزاء فطري وبكتيري هوائي وبكتيري لا هوائي طب الكلام ده هدك هتعرفه ازاي سريعا من الجونيورتي نوتس وتكتب العلاج ايه وتمشى على العلاج ازاي وامتى تعمل سيرجري في العيان بتاع الانفكتف اندو كاردايتس تدخل بعد كده على الجونيورتي نوتس بارت سيكس اللي هو الروماتيك فيفر طبعا احنا بنشوفش الروماتيك فيفر اوي في الادلت كارديولوجي انما لو قدر وجاء لك عيان روماتيك اكيوت روماتيك فيفر وهو دايما بتيجي من سن خمسة لخمستاشر سنة هتقدر انت تفكر ازاي والنقطة الخطيرة جدا هنا هي اللي هو اللونج اكتنج بنسل تديه امتى وتديه ازاي وتديه لمدة قد ايه سواء العيان جالو كاردايتس ولا مجالوش كاردايتس الجونيورتي نوتس بارت سيفن وانا شايف ان دي اخطر نوتس ممكن تقراها في النيابة عن لان الصراحة هي فردة معاك الالجوريزم امتى تاخد انفيزيف وامتى تاخد ميديكال ودخلك في من يعمل خلال ساعتين ومن يعمل اصطره خلال 24 ساعة ومن يعمل خلال 72 ساعة بشكل مبسط المفروض تشايك عليها قبل ما تدي الستريبتوكاينيز والجرعات بتاعته ايه والبلان بعد كده ايه تحسب جرعة الترايدل ازاي واخيرا جونيورتي نوتس بارت ايت عن الاكيوت بلمونري امبوليزم الورك اوب بسرعة لو كان لو كان هاي ريسك ويعني ايه ويلزي سكور واركانه ايه ويه لو اديت تحسبه ازاي طب حضرك دلوقت لما بتطلب علشان تقيم حالة قبل العملية فيه بروتوكول الجايدلاينز حتى ازاي تقيم مريض ما قبل اجراء العملية اللي هي الكاردياك كونسولتيش انا اعمل لك ايه الداة اللي انت تجمعها نوع السيرجي هاي ريسك ولا انترميديات ولا لو ريسك هل فيه انستيبول كاردياك كونديشن ولا هالفونكشن كباستي تحسبها ازاي الانفستيجيشنز تطلبها امتى وليه وبعد كده الريكمونديشنز اكوردنج للالجوريزم والله لو كان ارجنت لو كان الكتف طب الكتف فيه انستيبول ولا طب الريسك تبدأ ان انت عارف بالجايدلاينز امتى تدخل عيان يعمل عملية وانت قلبك متطمن وامتى تأجله وانت قلبك متطمن تمام وهم بالضبط اربع خمس طيب بالسبيشيال سيتوويشنز عيان فالفلور هارد ديسيز داخل يعمل عيان هارد فالير داخل يعمل عيان هايبر تنشن عيان بروسيتيك فالف اللي تاخد بالك منه تمام البري اوبراتيف الانترا اوبراتيف والبوسط اوبراتيف اخباره ايه معاك ده كله موجود في الكاردياك كونسلتيشن نوتس طيب طبعا كلنا اول ما بنستلم نيابة في مكان بننزل الاسم الداخلي بنروح نرد على ريكوستات مع النواب السناير فالجونيوريتي نوتس من بارت وان البرت ايت مع الكاردياك كونسلتيشن نوتس دي هتوبة الاولوية لك في القراءة بعد كده في عندك سلسلة تانية اسمها السي سي يو نوتس الحياة احنا عندنا الموضوع ديفيشنت شوية في الكارديولوجي وحطت نوتس عن الابجي الالكتولايتس الفينوس اكسس الاستريس السر لو عيان عندك على رأي الانترال فيدنج فورمال اللي موجودة طب لو عيان ما بياخدش ايه تي بي ان تحسبه ازاي الميكانيكال فينتليشن الشوك تتعمل معاها ازاي على سبيل المثال مثلا هفتح لكم الميكانيكال في بروتوكول ازاي تحط عيان كارديك على ميكانيكال فينتليشن الانيشيال اللي تصبطها ايه الفوليوم ريداكشن استراتيجي عشان تمنع لو عيان حصل له دسترس ازاي تعرف سبب من الكيرفات بتاعة ال وازاي تتعمل معاها طبعا ده كله موجود في الميكانيكال فينتليشن نوتس اه نيجي مسلا على الانترال فيدن طبعا كلنا اللي بنضرب في الخلاط ونأكل العيان انما احنا عندنا ويل ميت فورملا تدي الكالوريك انتكل العيان وازاي تحسبها وتحسبها ازاي والبروتين تحسبه ازاي والانفيوجن ريت اخباره ايه وازاي تحافظ على الراي البتاعت مايتسدش ان انت تدي 30 ميلي ووتر مسلا كل 4 ساعات كل ده هتلاقيه في الانترال فيدنج بعد لما تخلص الجونيوريتي نوتس وتخلص السي سي يو نوتس طبعا في محاضرات رسم قلب على القناة اليوتيوب بتاعتنا تقدر ان انت تسمعها جزء الاول وجزء التاني وجزء التالت وفي محاضرات عن الليستيمي بكل تفاصيل ومشروح عنها كل بتاعت الاستيمي وتحت الفيديو هتلاقيه لانكات الجونيوريتي نوتس والسي سي يو نوتس بعد ما تخلص قراءة الجونيوريتي نوتس والسي سي يو نوتس تقدر تختبر نفسك في الجونيوريتي اه كوالفكيشن اجزام هو عبارة عن 40 سؤال المفروض يعني انت تحله في 60 دقيقة محطوط في كل اللي ممكن تقابلها خلال فترة النيابة سواء كان او بتحط الايميل بتاعك تدخل اسم حضرتك و تدخل مكان العمل التلفون نمبر والفيسبوك بتاعك ده اوبشنال بعد كده بتدوس نكست عشان يدخلك على بتاع الاسئلة تب تقدر الحالة تشوف الاي سي جي بتاعك كان سؤال طب ايه الادوية اللي انت هتكتبها له ايه طالب من حضرتك معلومات نظرية على قد ده انا بقيم حضرتك من واقع الحالات اللي حضرتك بتابلها في الاستقبال اه بعد ما بتخلص ده تدخل على السكشن التاني طبعا علشان تدخل على السكشن التاني لازم تكون خلصت الاسئلة بتاعت السكشن الاولاني وفي الاخر بتدوس سبميت للكيس ولما بتعمل سبميشن بيوصلني الريسبونس بتاعك ببدأ ان انا صحح السؤال وابعتلك على الايميل اللي حباك كاتبه الريسبونس والدرجة والكوريكشن والكوريكت انصر بتاعك وتمنى ليكم التوفيق وتشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته